السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة شفسو هايلا هاد الفيديو هادا كله تقا ايجابية صراحة غادي تحمسي و غادي تبدي هاد الحلوة ديولك او المشروع ديالك منذار هاد الحلوة هادا منذ من السلسلة الحلوية ديال الاراس و هاد الحلوة بدون فرن كتجي على هاد الشكل هادا منذار و مذاق راقي جدا بمكاونات اقتصادية و اهم حاجة لذيذة جدا اه ما تنسوش كترية من العدد ديال لايكات هكا لتعامل فائدة و تبغط جولا فيديو مع الاصدقاء قبل ما غاديم دولة فيديو ديالنا غلنا نعرفكم على صيقة ديالنيهات صراحة انت وفقات و غا تشارك في النص ترشاف كنتمنى انكم تشجعوها اللوي اللي جات من مدينة فاس اهلا بك نهيد اهلا عش خبارك الحمد لله فرصة سعيدة هاد انا بك الله وفيك انا اسعد هيد فعلا واحد اللي بتي سما عندها رائعة جدا و انا سعيدة بالفوز ديالك معنا والله الى انا اسعد يبحلنا هيد هاد سنسلا من الذهب الخالص موسيقى غادي نقدم لكم الاسرار ديال الوصفة الفائزة اللي كانت عبارة على ميل فوي بالنكهة ديالسل كم تبعتم معنا هاد الوصفة ديال ميل فوي بالنكهة ديالسلوح نوصلنا نوريكم نتيجة نهائية كم عارفوها لانه الميل فوي نهيد سي غادي نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف وكنتمنى انكم تخلوا عندها وتشجعوها وتكتروا لها من العدد ديال لايكات وصراحة غادي تشوفها قريبا على في التلفازة ان شاء الله علش الله و تكون هي الفائزة علش الله ما قبل ما غادي نبدو الفيديو ديالنا نديرو تتسمى ديالفيديو السابق ديالحلوة ديالتمر اللي جاوني عليها العديد من الاخوات واش الرشمة كتمشي شوفو لحظو ان الرشمة كتبقى يعني غاي خدموها الطريقة هذي و كيما قلت لكم ضروري انها تتبات و او تنشوف على الاقل 1-45 ساعات ولا تتبات ما ليش الله سوفي من بعد حتى كتطيبنا على درجة حرارة اللي كتكون فرا مهيل بزاف على خطرها كتتحمر من التحت وكنهبطوها من الفوق وكندلو لها سكار غلاسي حتى كتبرد تماما وكنمسحو باش تبال نرش ما بنسبل ثمن ديلها 80 درهم ندوزو طريقة تحضير الحلوة بدون فرن عندي هنا كيلو ديال الكوكاو اللي بطبيعة الحال شديته نقيتو وحمرته ما تتغفلوش اللي عندكم التحرق ليكم باش ما يعطيكم شما داقة مزويش من بعد هنا هيا غادي نجيب واحد اي طحانة او اي خلاط او اي حاجة كتبغوا تديروا بها مهم غادي نطحنوا بهاد الكوكاو ديالنا كما دائما كنديرو كوكاو البلدي اللي صراحة كيجي المتاق ديالو زوين هلا عندكم الاختيار ممكن تنقصوا القشرة او ممكن تتحنوا بالقشرة ديالو على شلا صفي من بعد هنا غادي نطحن هاد الكوكاو كلها بشكل هذا وغادي نتحصل على بودرة ماشي علي البودرة ولا انما يعني تكون رقيقة وصف يعني ويكونوا بينين هاد الحبيبات هادو غادي نوضعوه في هاد الإيلاء هادو باش ندوزو باش نخلطوه ونكملو بعدها كي ملاحتو ونقول لكم الطريقة بالنسبة لهنا كيلو جرام كما قلت لكم ديال الكوكاو او الفول السوداني اللي غادي يعطينا تقريبا واحد ميات حبة عندي هنا ينسكز ديال العسل يكون من النوع ممتاز عندي هنا لغوم ديال البرتقال اللي كتعطي واحد المطاقر رائع جدا وكتوته بشكل كتير مع الكوكاو والعسل وعندي هنا كريم كراميل هاد كريم كراميل او كريم كراميل هاد الكريم كراميل باش باش جزويل انه كيتباع بالعبار واي واحد عند اي مستنزمة الحلويات يا هاد كي يبيع هاد هاد الكريم كراميل و لما كانش كتضيفه نزلي كراميل وهاد كريم كراميل صراحة فاهم نضيف كريم كراميل مياتين و خمسين جرام يعني 4 و بالنسبة للاخوات نضيف ملعقة كبيرة من اللغم برتقال و نضيفه قليل من الماء الزهر نضيف ملعقة كبيرة من الاسي نضيف الملعقة كبيرة نضيف الملعقة كبيرة و نضيف ملعقة كبيرة نضيفك شوية العسل حاولوا ان العسل يكون نوع ممتاز باش هكا اعطينا ما تقضوين صافي انتما كما لاحظوا يمكن تغيش جهة النشفة ومن بعد هدو صافي غنكتفي بهات المقدار دي العسل ولا ممكن إلا عندكم العسل دي الليمون كما قلت لكم عسل ممتاز نوع ممتاز تقدرو تجمعو به بلا نسلي كراميل ولا بلا كريم كراميل ولكن كما قلت لكم عفتي اعطى واحد المداقة كرائع جدا غير هو احدى مع الكوكو باش ما يتحرقش لكم بالنسبة اللي غادت تقول اي نوع دي الكوكو اي نوع دي الكوكو ولا بغيتو ديرو حتى اللوس ديرو بنفس الطريقة غير اللوس ضروري انكم تحمرو او ممكن تقليوه عفتي كي يجي في المقلي رائع صارحة كي يجي غذال وتام حمر كي يجي سوين ولكن المقلي كي يجي في فن تلكوكو ولا بغيتو تقليوه ولكن انا كنتفدتك الزيوت صارحة من بعد ما تجمعت العقدة ديالي بات الشكل هذا نضغها جات بنينة بنينة بثاف و اه نضغط الطريقة الثانية خديت هنا المول دي السيليكون اللي خاص بالتلاجة او ديال الفران بحل بحل لكيف ديال الفران مش مشكلة من بعد هنا دوبت تقريبا سكيلو ديال الشوكولة من نوع ممتاز مشي يعني بديل ديال الشوكولة وصفيا وفي الفيديوهات السابقين اللي ختمت معاكم سابلي بخيستيج راح نوريتكم النوع ديال الشوكولة الا بغيتو غير نحطو لكم في الانستغرام ديالي هو الشاف سهيلة ودخلوا عندي ونوريكم اللونبالاج دياله من بعد هنا كنجيبوا حد ملعق كبيرة ديال الشوكولة وغادي نضيفها بهذا الشكل هذا يعني كل واحدة غادي نضيف لها ملعق لانه بقي غادي نطلع في الجوانب وهد العملية هدي الصراحة كنديرها وكيما نلحتو انه كيما اشتو جوش كسرونت لما كيكون قليل وكردو مع البل باش ميتشفش لنا باش هكا ما يطلع ش لنا باش ميتغلش لنا داك الاخر ويطلع لنا فوق الشوكولة ويضيع لنا داك الكيمية دا الشوكولة ما كان دوبوش كيمية دا الشوكولة في مرة لانه غادي نحتاج تقريبا واحد الكيلو ديال الشوكولات و اا اا كانتمنى عليكم اا اديرو غير نصط الكيمية صافي من بعد انا غادي نبقاها كمصة مرة حتى غادي نطلع في الجوانب وابهد الشكل هذا سوف ندخلها في الكونجيلاتور تقريبا نجو دقائق سوف نجبدو و نعمرو عاوتاني بالعقدة و كم قاها كم السمراء إلا كان عندكم جوج ديال الليمولات رائح حسن إلا ما كانش عندكم رفقت كد تكتفي بها الشي بحل اللي كان دير آنا سوف نتأكد أنني لبست الجوانب بها الشي قامل سوف نكمل لكم سوف ندخلو المجمدها و وجمد ليا سوف نجيبو الحشوة و أخطيتها باش ما تنشفش لنا طبيعة الحال تاي اللي قدر الله و نشفت لكم تضيفو لها و حد لجب على قدير العسل و تنخفعو تالي اللي بدأو جديد من بعد ما جبنا العقدة ديالنا غادي نبقى نوضع بات الشكل هادا بالنسبة للمناسبة البنات اللي يسألوني اش ديالاش المناسبة اللي غا تكون عندك واش كوموند واش ماتلا غا تخدمي كوموند ولا ديال الشي وحدة ولا غيب غا تتخدمي ولا شنو مهم بالمناسبة يعني انتو ما ما عاديش نخبي عليكم عندي مناسبة ديال العرس ديالي وهي اللي كان وجد لي هاد الحلوة ده اللي كيكون اقتصاديين وحتى انتو ما عليش لا تستفدو صراحة هاد الفيديو هادا يعني درس بزد ديال النواع عشرة النواع ديال الحلوة وان شاء الله غادي نشاركها معكم بطبيعة الحال بالمساعدة ديال لالا مرجانة لي بطبيعة الحال اه كتعاوني بزده شكرا لها بزده وعاونتني في الحلوة قد نخلي لكم رابط دياله في صندوق الوصف وحتى ايك توجد لي الحلوة ويقسم لنا المهام حيث بزده صراحة وانكم عارفين اه والدرك وجراه هادا يعني كيكونش الوقت بزده صافي من البعد هنية غادي نوجد لي فخويكو فيه اللي وطعت هنا ملعقة ديال الكليكوز ملعقة ديال النفاش ولي فخويكو فيه اختيت رابعة ودرت هنا تقريبا 100 جرام من الكاوكاو ايفيلي ولي حمرته بطبيعة الحال من بعد ما حصلت على الكيمياء كاملة بنفس الطريقة بقيت كنصة بيها غادي نوضع بهت شكل هادا كل فراغ غادي نوضع فيه من الواسط بهت شكل هادا صراحة انتجا المنظر كي حمق عجبني بزده لانه الصراحة اول مره كندير هادا المنظر هادا على القناة ديالي بغيف انني كندير صابلي في هاد لي فخويكو فيه وكي كونفيته والشوكولة ولكن بهت طريقة هدي لا جامي درتها صراحة وعجبتني بثاف وهذا هو الفيديو ديال اليومه كنتمنى الفيديو ان الاعجابكم بصحة وراحة ولعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه دائما بلايك والشراك بالقناة باش تواصلوا بجديد الفيديو هاد ان شاء الله جايه وفرجة ممتعة للكل بالنسبة نخلي لكم احتراب ديال القناة التهنية ديال خاصة بالمسابقات وصراحة غادي انفوكا نشوفها التفاعل ان شاء الله غا بقى لحط لكم لها المسابقات والجوائد للربح اللي غتكون بلادنا يعني ماشي جيف واي ولا شي حاجة اخرى صراحة هدا هو صافي من بعد انتوما كيما لعتو وبالنسبة للبنات اللي كيسولوني على الخدمة اللي شاركتها معاكم كيما قلت لكم غادي نخليها لكم النمراء في اخر الفيديو او في صندق الوصف ودخلو وغادي تشرح لكم البنت ودك ساعي حتى انا غادي نكون في الجروب وغادي نهضر معاكم جميع صافي غا نبقها كم استمراء وهنا هي كم ضيف اشترك العقيق من الفق هكا مشكت اعطينا كنزيد واحد الجمالية للبلاتو ديال اللي حلوة ديالنا لاحطوا شوفوا كي كان شوفوا الفرق ما بين في جي جيد ديالخرى او كيف شولا صراحة اعطان منظر جميل والمدق ما نعودش لكم رائع جدا وان شاء الله نشارك معاكم التتيمة ويتبع كيما عندي نقول لكم خليوا ليه لايك وكمونتاك شكرا مزا فعلوا حسنا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة